بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرشدين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي ننطلق لنتحدث عن إثراءات حول ما تحدثنا عنه في ذلك الفصل في أرضنا المتغيرة تعرفنا طلابنا وطالباتنا على بعض خصائص الأرض والتي سوف نأخذ اليوم بإذن الله تعالى ملخصاً لما تحدثنا عنه حول تلك الدروس لننطلق في مشاهدة عنوان درسنا لهذا اليوم كما تشاهدون أمامكم هو إثراءات لمحتوى الدرس وهو أرضنا المتغيرة كما تشاهدون أمامكم في البداية طالبي وطالبتي دعونا نتحدث عن المفردات التي تتعلق بتلك الدروس في درسنا الأول كان هناك مفرد هام جداً وهي الستار الستار طابقة لدن من الصخور الحارة والتي تقع تحت طبقة القشرة الأرضية بالنسبة للدرس الثاني طالبي وطالبتي كان هناك العديد من المفردات من أمثلة هذه المفردات الزلزال وتعرفنا على أن الزلزال هو احتزاز لطبقة القشرة الأرضية كذلك تعرفنا على البركان وهو فتحة في القشرة الأرضية تخرج منها الصهارة والغازات والرماد البركاني لتصل إلى سطح الأرض وبالتالي تكون هذه الأشكال من الزلازق قد تكون هذه فتحة أو قد تكون فتحتي ليبين بذلك مسار انتقال تلك الصهارة بعد ذلك تعرفنا على مفردة أخرى وهي العمليات التي تكون على سطح الأرض منها التجوية والتي تعني بعملية تفتيت الصخور وبالتالي كما تشاهد أمامك كذلك تعرفنا على مفردة أخرى وهي التعرية والتعرية هي عملية نقل التربة فتاة الصخور من مكان إلى مكان آخر أما المفردة الأخيرة فهي عملية الترسيب وفي هذه العملية سوف يكون هناك استقرار لهذا الفتاة الصخري والتي نقلت عبر عمليات التعرية وتكون هذا الاستقرار ليتكون بذلك الترسيب كما نشاهد أمامنا عبر هذه الكثبان الرملية انطلقنا بعد ذلك طالبي وطالبتي للحديث عن أهم الملخصات المصورة خلال هذين الدرسين ففي الدرس الأول تعرفنا على ما يحويه الأرض من أغرفه سواء غلاف جوي أو حتى غلاف مائي أو قشرة أو ستار أو لب كذلك تعرفنا على معالم الأرض سواء كانت في سطحها أو حتى في قيعان المحيطات بها كذلك تعرفنا طالبي وطالبتي على حركة الصفائح الأرضية وكيف تتحرك هذه الصفائح الأرضية وتكون ما يحصل من تشكيلات للجبال للمحيطات لغيرها من التشكيلات الحاصلة انتقلنا بعد ذلك للملخص المصور للدرس الثاني والذي تعرفنا فيه على الزلازل والمراكز السطحية للزلازل وكيفية دقة قياسها عبر تحديد عدد من الأجهزة كجهاز السيزمومتر والذي نستطيع به تحديد شدة الزلازل إضافة إلى ذلك تعرفنا على البراكين وأنواعها الثلاث وكيف يمكن أن تؤثر البراكين في معالم سطح الأرض كذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على عملية التعرية وذكرنا كما ذكرنا قبل قليل بأنها تقوم بنقل الرسوبيات من مكان إلى آخر والتي يتلوها عملية الترسيب اليوم كذلك طالبي وطالبتي سوف نراجع كذلك أهم المعالم سواء كانت في اليابسة أو حتى في المياه من أهم المعالم في سطح الأرض اليابسة أو المياه لنبدأ باليابسة فكان أهم معالمها الجبال إضافة إلى التلال وكذلك الوادي الخانق وكذلك طالبي وطالبتي الجرف إضافة إلى السهل ومن أهم المعالم على اليابسة الهضبة إضافة إلى الصحراء كذلك طالب وطالبتي الشاطئ وأخيرا من أهم المعالم على اليابسة الكثبان الرمدية كان هذه أهم المعالم الموجودة على اليابسة أما بالنسبة لأهم المعالم الموجودة في المياه فكانت البحر أو المحيل إضافة إلى ذلك الساحل كذلك طالبي وطالبتي النهر إضافة إلى ذلك الرافد وكذلك الشلال إضافة إلى ذلك البحيرة وكذلك المصب وأخيرا الدلتة هذه كانت أهم المعالم الموجودة في المياه تعرفنا عليها وكذلك على مواقعها في الخريطة انتقلنا بعد ذلك للحديث عن معالم قاع المحيط ماذا يوجد في قاع المحيط وماذا يحتوي على معالم إذن كان من أهم المعالم الموجودة في قيعان المحيطات طالبي وطالبتي الرصيف القاري إضافة إلى ذلك لنبتعد أبعد من ذلك لنصل إلى المنحدر القاري ثم بعد ذلك يليه المرتفع القاري بعد ذلك نصل إلى الأخاذيذ البحرية ثم بعد ذلك ظهر المحيط والذي يشمل مساحات شاسعة إضافة إلى السهول القاعية المنبسطة وأخيرا طالبي وطالبتي الجبال البحرية كانت هذه أهم المعالم الموجودة في قيعان المحيطات كذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على أغلفة الأرض وذكرنا أن للأرض أغلفة متعددة فعندما نتحدث عن أغلفة الأرض تحدثنا في البداية عن الغلاف الجوي إضافة إلى ذلك تعرفنا على الغلاف المائي وكذلك الغلاف الصخري بعد ذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على أن الغلاف الصخري يحوي اللب وهذا اللب طالبي وطالبتي قد يكون لبا داخليا أو قد يكون لبا خارجيا كذلك من أنواع الغلاف الصخري أو من أقسام الغلاف الصخري الستار وذكرنا بأن هذا الستار طالبي وطالبتي قد يكون ستارا سفليا أو قد يكون ستارا علويا وكذلك تعرفنا أن من أقسام الغلاف الصخري القشرة الأرضية كانت هذه أهم معالم أو أهم أغلفة الأرض انطلقنا بعد ذلك طالبي وطالبتي على أهم التغيرات التي تحدث لهذه المعالم من سطح الأرض ذكرنا أن من أمثلة التغيرات قد تكون هذه التغيرات عمليات تحدث في سطح الأرض ومن هذه العمليات التعرية أو حتى التجوية أو قد تكون عملية الترسيم جميع هذه العمليات تكون على سطح الأرض أما بالنسبة للعمليات الأخرى فهي عمليات تتكون في باطن الأرض من أمثلة هذه العمليات ذكرناها سابقا هي الزلازل وكذلك البركين تبدأ بتكونها من باطن الأرض لتنتشر أو ينتشر تأثيرها على سطح الأرض كذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على بعض الطرق التي تساعدنا للسلامة من أخطار الزلازل من أنثلة هذه الطرق توزيع النشرات التثقيفية والتي تبين للمجتمع أضرار تلك الزلازل وخطورتها إضافة إلى ذلك تحديد مواصفات خاصة للأبنية حتى يستطيع أو حتى يستطيع الإنشاء أن يقوم بوضع أن يسير وفق هذه المواصفات لحماية الأشخاص من أخطار الزلازل كذلك طالب وطالبتي من الطرق للسلامة حول أخطار الزلازل تدريب المواطنين وعلى الإجراءات أو الإجراءات الواجب باتباعها في حالة وقوع زلازل لا سمح الله أما بالنسبة للبركين طالب وطالبتي تعرفنا على أن هناك ثلاث أنواع للبركين من أمثلة هذه الأنواع طالب وطالبتي البركان النشط وهذا البركان طالب وطالبتي هو بركان لا تزال الصهارة تندفع منه حتى وقتنا هذا أما النوع الثاني من أنواع البركين فهي البركين الهامدة هذه البركين هي براكين توقفاً دفاع الصهارة منها أما البركان أو النوع الأخير من أنواع البركين وهو البركان الساكن هذا البركان ربما قد يثور في وقت ما ولكن هو في هذه الحالة أو في وقتنا هذا يكون متوقفاً عن الثوران ولكن ربما كما ذكرنا لكم يثور في وقت آخر كذلك طالب وطالبتي من العمليات الموجودة على سطح الأرض التجوية تعرفنا على أن هذه التجوية قد تكون تجوية كيميائية والتي تحدث بسبب التفاعلات المواد الكيميائية في الماء والهواء مع هذه الصخور والتي سوف نطلع عليها بإذن الله تعالى خلال الفصل القادم حول تأثير العمليات الكيميائية لهذه المواد اليوم بإذن الله تعالى سوف نطرح لكم عدداً من الأسئلة وهذه الأسئلة تقيس مهارتكم في الإجابة عنها بمهارة المفردات لننطلق إلى هذه المفردات ونضعها في المكان المناسب عبر عشر أسئلة وعشر مفردات لاحظ معيني نبدأ بهذه المفردات ونقرأها لكم ثم بعد ذلك ننطلق وإياكم للإجابة ووضع المفرد المناسبة في المكان المناسب لنبدأ بهذه المفردات المفرد الأولى الغلاف الجوي الستار القشرة الأرضية البركان قوة الزلزال التعريه اللب الداخلي اللابة الزلزال معالم إذن هذه المفردات سوف نضعها في الأماكن المناسبة لها لنبدأ بالجملة الأولى ونختار منها المفردة المناسبة لها واحد الجبال والصحاري والأنهار والبحار من فراغ سطح الأرض ماذا نسمي هذه المفردات الجبال والصحاري والأنهار ماذا نسميها بالنسبة لسطح الأرض أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد هي معالم لسطح الأرض ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي للسؤال التالي وهو السؤال الثاني بنفس المفردات يتكون فراغ من الغازات حول سطح الأرض وفوقه يتكون فراغ من الغازات حول سطح الأرض وكذلك فوق سطح الأرض ماذا نسمي هذه المفردة أحسنتم بالتأكيد إذن هي الغلاف الجوي ننطلق بعد ذلك للسؤال التالي في الفقرة أو في السؤال الثالث يسمى اندفاع الصخور المنصهرة والغازات وبخار الماء من باطن الأرض إلى سطحها ماذا نسميه؟ اندفاع الصخور المنصهرة الغازات وبخار الماء إلى سطح الأرض عندما تندفع ماذا نسمي هذه العملية أو ماذا نسمي هذه الظاهرة؟ أحسنتم بالتأكيد هو البركان فهو اندفاع لهذه الصخور المصهرة وبالتالي البخار حتى يتكون ذلك البركان في السؤال الرابع طالبي وطالبتي كما تشاهدون أمامكم تسمى المادة المنصهرة التي تخرج من خلال سطح الأرض ثم تتصلب ماذا نسمي المادة التي تخرج من باطن الأرض ثم بعد ذلك تتصلب ماذا نسميها؟ أحسنتم بالتأكيد إذن نسميها اللابة ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي للسؤال الرابع بنفس المفردات فراغ هو النطاق الداخلي للكتلة المركزية للأرض النطاق الداخلي للكتلة المركزية للأرض ماذا نسميه؟ أحسنتم بالتأكيد هو اللب الداخلي تعرفنا عن اللب الداخلي وكذلك اللب الخارجي ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي للسؤال السادس الاهتزاز المفاجئ للقشرة الأرضية ماذا يسميه؟ الاهتزاز المفاجئ للقشرة الأرضية ماذا نسميه؟ أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد يسمى بالزلزال إذن الزلزال هو اهتزاز لسطح القشرة الأرضية السؤال السابع تقدر فراغ بكمية الطاقة المتحررة منه تقدر فراغ بكمية الطاقة المتحررة منه ما هي؟ أحسنتم رائع إذن هي قوة ذلك الزلزال ننطلق بعد ذلك للسؤال الثامن بنفس المفردات تسمى العملية التي ينقل أو ينقل بها فتاة الصخور الناتج عن عمليات التجوية من مكان إلى آخر ما هي العملية التي ينقل فيها فتاة الصخور من مكان إلى آخر؟ أحسنتم بتأكيد هي عبارة عن التعرية ننطلق بعد ذلك للسؤال التاسع فراغ هو المنطقة التي تلي القشرة الأرضية ما هي المنطقة التي تلي القشرة الأرضية؟ أحسنتم بتأكيد هي عبارة عن الستار هي المنطقة التي تلي القشرة الأرضية إلى الداخل ننطلق بعد ذلك طالب وطالبتي للسؤال الأخير عبر هذه المفردات يسمى الجزء الصخري من سطح الأرض ماذا نسمي الجزء الصخري من سطح الأرض؟ أحسنتم رائع إذن نسميه بالقشرة الأرضية نختتم طالبي وطالبتي درسنا لهذا اليوم عبر هذا السؤال لدينا هذه الصورة كما تشاهد هذه الصورة للكرة الأرضية وكذلك لدينا قطاع عرضي لهذه الكرة الأرضية تعرفنا على أسماء ومكونات لهذه الصورة ومفردات لها أريد منك طالبي وطالبتي أن تكتب أسماء أجزاء أغلفة طبقات الأرض المبينة عبر هذه الأسهم لاحظ معي لدينا هذا السهم ينطلق من هذه المنطقة لدينا هذا السهم ينطلق من هذه المنطقة وهذا السهم ينطلق من هذه المنطقة وهذا السهم ينطلق من هذه المنطقة وهذا السهم ينطلق من هذه المنطقة لاحظ معي تحدثنا عن أغلفة الأرض تحدثنا عن الغلاف الجوي الغلاف المائي قشرة الأرضية مكوناتها الداخلية أريد منك أن تضع الأسماء على هذه الصورة لنبدأ من السهم الأول باتجاه الأعلى ماذا نسميه هذا السهم؟ أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد هذه هي القشرة الأرضية فيها تتم عمليات التعرية عمليات التجوية عمليات الترسيب في هذه المنطقة أو في هذا المكان ننطلق بعد ذلك إلى الجزء الثاني أو السهم الثاني ماذا يشير إليه طالبي وطالبتي؟ لاحظ أننا اتجهنا إلى الداخل من القشرة الأرضية عبر هذا القطاع لاحظ هذا قطاع عرضي كما تشاهد أمامك لاحظ أننا اتجهنا إلى الداخل ماذا نسمي هذه المنطقة؟ هذه المنطقة بالتحديد أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد هذه المنطقة هي منطقة الستار هي المنطقة التي تلي القشرة الأرضية إذن تعرفنا على المنطقة الأولى وهي القشرة الأرضية المنطقة الثانية وهي الستار هناك سهم آخر في هذه المنطقة ماذا نسميه؟ لاحظ معي لدينا في هذا السهم كما تشاهد عبارة عن ما يمثل السحب مثلا إذن ماذا نسميه؟ أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد نسميه بالغلاف الجوي ننطلق بعد ذلك إلى هذه أو رأس السهم في هذه المنطقة لاحظ أين تجد هذا أو هذه المنطقة لاحظ عبر هذه خريطة تلاحظ أنها في مكان ما في هذه الكرة الأرضية ماذا نسميها؟ أحسنتم رائعون بالتأكيد هو الغلاف المائي في هذه المنطقة بما أن الأرض تحوي ما يقارب أكثر من أو ما يقارب السبعين في المائة منها مياه فبالتالي هذه المنطقة هي منطقة الغلاف المائي ننطلق إلى الجزء الأخير ما بداخل الأرض في هذه المنطقة تشاهد معي؟ ماذا نسمي هذه المنطقة؟ اتجهنا كذلك وعدنا إلى داخل الأرض مرة أخرى ماذا نسميها؟ أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد نسميها باللب الداخلي إذن إلى هنا طالب وطالبتي وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في دروسنا اللاحقة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته